وهذا أحبائي مهم جداً ولادة المسيح من عذراء وخليني أذكر ولادة يسوع المسيح من عذراء لثلاث أسباب واحد لكي يكون شخص المسيح الشخص الكامل والمثال الكامل للبشرية فالمسيح أحبائي هو الوحيد بلا خطيئة لم يفعل خطيئة لم توجد فيه خطيئة حتى تحد الأجيال من منكم يبكتني على خطيئة المسيح يعتبر معجزة أخلاقية فهو الوحيد الذي لم يمسه الشيطان فهو الوحيد المنفصل عن الخطى القدوس البار لم يفعل خطيئة فولادة يسوع المسيح من عذراء لم تكن من رجل وامرأة ولكن بقوة الروح القدس اللي حل على المطوبة على القديسة مريم العذراء فالولادة العذروية مهمة جداً هذه الولادة لم يتورث الطبيعة الخطاءة من آدم ولكنه من الروح القدس لأنه جاء من فوق لأنه جاء من السماء فهو الوحيد بلا خطيئة مما يجعل يسوع المسيح متميز وفريد واحد من نوع لا يوجد أي شخصية في كل التاريخ ولد من عذراء طبعاً يمكن تقول لآدم آدم مخلوق الله خلقه من تراب الأرض وحواء صنعت من ضلع آدم هذه كانت في بداية الخليقة لازم يكون في بداية أما المسيح أحبائي كما نقول في قانون الإيمان المسيحي مولود من عذراء طبعاً مولود غير مخلوق لأن المسيح هو الخالق شيء ثاني الولادة من عذراء مهمة جداً أحبائي أنه ندرك هذا الموضوع أنه المسيح متميز فريد واحد من نوع لأنه ولد وحبل بيه من الروح القدس لما بشر الملاك مريم سألت مريم في لوقة الصحي الأول كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً سؤال منطقي سؤال منطقي أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضاً لحظ الكلام القدس وهذه صفة إلهية القدس يعني بلا خطيئة القدس المولود منك يدعى ابن الله وفي موقع آخر وابن العلي يدعى لأنه جاء من العلا جاء من السماء ليه؟ لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فالله هو القادر على كل شيء شيء تاني الولادي من عذراء أحبائي لكي يكون المسيح الفداء الكامل وكلمة الفداء واحدة من أقوى الكلمات في موضوع الخلاص الفداء يعني الشراء بدفع الثمن لأنكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم الذي بروح أزلي قدم نفسه يعني هاي الفكرة من قبل الأزل منذ الأزل جاء المسيح متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بالمسيح يسوع فإذا الفداء هو الرب اشترانه من نفسه إلى نفسه وهذا مهم جدا لأن الشيطان لا يوجد له سلطان على يسوع المسيح البشرية أخطأت آدم أخطأ وكل البشرية أخطأنا في آدم واجتاز الموت إلى الجميع فمن يستطيع أن يخلص مكتوب أجرة الخطيئة هي موت فلا يوجد أي شيء نستطيع به أن نرضي الله لا بالأعمال لا بالبر لا بالطقوة ولا بالذبائح ولا بالأصوام ولا بالزيارات للأماكن المقدسة أن الخلاص هو عمل إلهي والفداء هي مبادرة إلهية فإذن الفداء مهم جدا أن يسوع يتجسد كإنسان كابن الإنسان بلا خطية حتى يكفر عن خطايا كل البشرية لأن يسوع هو الحمل الكامل بلا عيب لأن يسوع هو الوحيد الذي يستطيع أن يكفر عن كل خطايا البشرية كإنسان لأنه مولود غير مخلوق ولأنه له سلطان على ذاته ولأنه ابن الله أو اللهود فالمسيح وحده الذي استطاع أن يوفي المطالب والعدالة الإلهية هو الوحيد الذي استطاع أن يرضي الله هو الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بهذا العمل المتكامل الفداء والخلاص من أجل الجنس البشري هذا بسبب أنه ولد من عذراء بدون خطية فيحق له أن يقوم بعمل الفادي ويكون له الكفاءة كفادي أن يفدي وأن يخلص جميع البشرية ولكن كل من يؤمن به ينال الخلاص ينال الغفران ينال الحياة الأبدية ينال الفداء وينال أحباء الحضور ننتقل إلى حضور السماء شيء ثالث ولادة يسوع من عذراء أحباء الشيء مهم لأنه المسيح هو الكامل والفادي الكامل وقدم خلاص كامل بجدارة وبكفاءة هو الوحيد الذي يستطيع أن يسترد الصورة المشوهة التي تشوهت من خطيئة آدم لكي يسترد العلاقة ويسترد الشركة مع الله لأنه لزت الله مع بني آدم لهذا السبب أحبائي الميلاد العذراوي هو حقيقة تعبير عن محبة الله الأزلية الأبدية لأنه مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وشيء آخر في هذه الولادة شيء مهم جدا بيذكره النبي شعياء يقول في إصحاح سبعة وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نئيل آخر آية لأن الله معنا أي ولد ابنا ولد ابنا هنا هنا بتلقي الضوء على الاسم عم نئيل عم نئيل الولد الذي سيولد من عذراء في نفس الآية هو ابن داود الملوكي صاحب الحق في العرش الداود من الآن وإلى الأبد يملك من الآن وإلى الأبد وهذا بنشوفه تتميمه في نبوة النبوة بتممها البشير لوقى في الإصحح الأول من آية 31 لآية 33 30